السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم راح نوضح كفاءة كل اللقاحات المستخدمة الآن في الأسواق وأيضا في العالم وأيضا كم جرعة لكل اللقاحات وأيضا كم الفترة بين الجرعة الأولى وأثانية إن شاء الله راح نوضحها حتى نغطى الموضوع بصورة بسيطة جدا عن اللقاحات المستخدمة ضد جائحة كورونا هذا الفقار يوضح الجرعات المستخدمة اللقاحات للفيروس كورونا وأيضا نوع اللقاح وأيضا الشركة المصنعة لها هذا اللقاح وأيضا فعالية اللقاح ومدة الخزن وكيفية خزن هذا اللقاح نجي إلى الأول واحد اللي هو الأكسفورد يومفيرسيتي أو ما يسمى بالأسترازينيكا فاكسين عرفنا وأخذناه بفيديو سابق اللي هو نوع اللي هو الفيرل فيكتر يستخدم بالأدينوفيروس ومن ثم يحقن بجسم الإنسان بالحضل عدد الجرعات المستخدمة بالأسترازينيكا اللي هي جرعتين المدة بين الجرعتين بين الجرعة الأولى والثانية تقريبا ما يقارب الثلاثة أسابيع إلى أربعة أسابيع أو أقل من هذا وأيضا فعالية هذا اللقاح رح يكون من 62% إلى 90% أما الخزن لهذا اللقاح فهو رح يكون بالثلاجات الاعتيادية بهذه الحرارة هذا من ناحية الأكسفورد يومفيرسيتي أو ما يسمى بالأسترازينيكا فاكسين أما بالمودرنة المودرنة أيضا باللقاح الأمريكي نوع اللقاح اللي هو رح يكون عبارة عن شفرة وراثية RNA عبارة عن جينيتك كوت اللي تشفر للسبايكو بروتين أيضا أيضا عدد الجرعات أيضا رح تكون اثنيا وأيضا مدة الجرعات بين الجرعة الأولى والثانية تقريبا من ثلاثة أسابيع إلى أربعة أسابيع أما فعالية هذا اللقاح فهو 95% وأيضا يحفظ بدرجة حرارة سالب 20 تحت الصفر درجة سيليزية أيضا نحن نلاحظ بأن دائما اللقاح اللي يكون عبارة عن RNA هو رح يحتاج إلى فترة خزن سالب تحت الصفر ليش؟ لأن هذه مادة وراثية وليسة بروتين هذا من ناحية المودرنة أما الفايزر الأمريكي بالتعاون مع شركة الألمانية عرفنا واخذنا بفيديو سابق اللي هو الرن اي مرن اي نوع اللقاح أيضا جرعتيا مستخدم بهذا اللقاح ومفعالية هذا اللقاح رح تكون 95% أما الخزن فهو المشكلة الكبيرة بهذا اللقاح اللي هو الخزن سالب 70 درجة سيليزية فبالتالي هذا اللقاح هو شركة مودرنة لمن يسوقونه إلى المراكز الصحية يطونوا يا specific refrigerator اللي هو ثلاجات خاصة تحمل هذه درجات الحرارة الواطئة جدا أما اللقاح الآخر اللي هو ما يسمى بالقاميلية اللي هو المركز الروسي أو سبيونتينك أيضا viral vector أيضا يحتمد عن نفس طريقة الأكسفورد أسترازينيكا أيضا رح يكون عن طريق الفكتر المستخدم لإنجيكشن بالإنسان بالعضلة أيضا يحتاج إلى جرعتين وأيضا كفاءة هذا اللقاح 92% وأيضا خزن هذا اللقاح بالثلاجات الاعتيادية أما اللقاح الصيني اللي هو السينوفارم الصراحة اللي يعني حاولت ألقفة مخططة أو في شيء تقريبا مثل هذا مليئة بعدين عرفت بأن هذا اللقاح السينوفارم ما مرخص بشكل كامل من النظامات الFDA فبالتالي راح أشرحلكم إياه بطريقة نظرية اللقاح السينوفارم نوعا اللي هو راح يكون أيضا راح يكون راح يكون بروتين بيست عبارة عن ان اكتيفيتد جرعات راح يكون انتنين لمدة فعالية اللقاح من 78% أو من 77% أو 78% إلى 87% أيضا الستورج مالتي بدرجات الحرارة النورمال فرجريتر تحتاج لها درجات حرارة ممكن سهلة أفضل من الفايزر فبالتالي كل هذه اللقاحات هي عبارة عن 2 دوسز ما عدا لقاح واحد يسمى جونسن ان جونسن فهي جرعة واحدة فقط أيضا هذا اللقاح يحتمد على طريقة الـ RNA وغيرها من هذه المسميات فبالتالي أيضا فعالية اللقاح تختلف من اللقاح إلى آخر وأيضا لا ننسى بأنه الستورج أهم شيء باللقاح اللي هو الخزن فمثلا سالب 70 هنا للفايزر لما يكون درجة عاني خازنة أقل من هذه من هذا رح يكشنو يأثر على فعالية اللقاح وممكن حتى يسبب مشاكل صحية اللي بالنسبة لي المستلم هذا اللقاح فبالتالي كل هذه اللقاحات هي عبارة عن 2 دوسز ما عدا جونسن ان جونسن فاكسين جرعة واحدة فقط فكل هذا عبارة عن ملخص للنوع الفاكسين وأيضا الشركة المصنعة وأيضا الجرعات المستخدمة بين كل جرعة الأولى والثانية وفعالية كل اللقاح وطريقة خزن اللقاح فهذا الشكل مبسط وإن شاء الله تستفادون من هذا الشيء أتمنى لكم الاستفادة من هذه المحاضرة مع الشكر الجزيل لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا